موسيقى الشيء المزهل والعجيب الهدى من ردة الفعل الكتاب يتكلم عن الاضطهاد الرب يسوع وعد بالاضطهاد الرسول بولس تكلم عنه التلاميذ كلهم تعذبوا وتألموا وقتلوا من أجل المسيح الكنيسة الأولى ألاف لأول 200 سنة ملايين اللي قتلوا المسيحية انتشرت من خلال السلام والمسامحة على نقيد يعني مش العنف أو السيف أو التهديد أو الوعيد لكن الشيء العجيب صار الاضطهاد وصار القتل ولما بتشوف المقابلات التلفزيونية مع العائلات اللي انتكبت طبعا بتشوف رد فعل عجيب اللي هو التسامح تجاه هؤلاء القتل مش عايزة أقول تتعجب شو رأيك يعني في هالموضوع هذا انه ردة الفعل المسيحيين رد فعل المسيحيين للمواضيع للتسامح في انهما تسلب منهم حقهم في انهما مثلا تبقى زوجة طبيعية وعندها زوج عايش معاها او ابن شايف ابوه امه او جد راجل الراجل كان مثلا عنده ثلاث اولاد وتلاث احفاد ماتوا في الحدثة كان فيه واحد اذا كان عمره سنة ونص طفلة صغيرة بنت صغيرة دي برضو راحت في الحدثة فالناس دي يعني ازاي بيبقى قادرين انه هما يغفروا ازاي دي بقى ده تحدي انا بحطه قدام كل واحد مسلم انت لو اتعمل فيك كده هتقدر تغفر طب ليه الناس دي بتغفر مسألتش نفسك مرة ليه الناس دي بتغفر ليه الناس دي بتصلي من اجل الناس اللي اتلوهم وعيروهم وقالوا عليهم كل كلمة شريرة من اجل اسم المسيح انا عايز اقول لك هما شايفين حاجة انت مش شايفها هما شايفين حاجة اسمها الرجاء اسمها العلاقة بالله اسمها الشفافية في العلاقة مع المسيح هما شايفين المسيح في الظروف الصعبة دي وقفت معاهم هما حاسين بتعزيات حاجة اسمها الروح القدس انت تفتقدها التعزيات الروح القدس ده هي بتيجي الانسان بيكون قلبه مجروح ومسحوق وبينزف بيجي التعزيات الروح القدس كده بتلمس القلب المجروح ده هو وتشفي انت محتاج ده هو انت كم مرة تحطط مواقف صعبة في حياتك ومش قادر تغفر حاجات بسيطة تخيل يا اسيس ان في ناس في امور بسيطة في حياتها مش قادرين يغفروا واحد ازاني في الشجل واحد اخد ميراثي واحد مش عارف ايه تخيل لما واحد ينتزع منه طفله ابنه ده حاجة صعبة اما الارهاب يمدي ايده ويقتل